مع وصول التهديدات المتبادلة والتصعيد إلى أعلى مستوى في الآوينة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن خطر نشوب حرب واسعة في منطقة الشرق الأوسط تشمل الحزب بات أمراً حقيقياً المسؤول الأوروبي أكد في منشور على منصة X إن أندلاع حرب من هذا النوع ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة وخارجها ومع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي أحدث التطورات الميدانية أعلن حزب الله أنه استهدف بسرب من المسيرات موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في إليتة شاحر شمال شرق صفط يضم أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في المقابل قالت وسائل الإعلام إسرائيلية ندوي انفجار ضخم سمع في المنطقة المذكورة وأن حريقاً اندلع بالمكان جراء اعتراض مسيرة تابعة لحزب الله كما أعلنت إذاعت الجيش الإسرائيلي اعتراض أنظمة الدفاع الجوي جسماً مشبوهاً أطلق من جنوب لبنان واستهدف منشأة أمنية عسكرية وصفتها بالحساسة في الجليل الأسفل شمال إسرائيل وفي وقت سابق من يوم السبت أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية العلام الجيش الإسرائيلي شن غارة بطائرة مسيرة استهدفت منطقة هورا بينها كفركلة ودير ميماس جنوب لبنان تزامناً مع قصف بالمدفعية الثقيلة وقذاء في الهون طال حارة الوزان في كفركلة وتلة حمامص في سردة التابعتين لقضاء مرجعيون جنوب البلاد والثلاثاء الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي التصديق على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان مع تواصل التصعيد مع حزب الله منذ أكثر من ثمانية أشهر على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة اشتركوا في القناة